بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف أن يكون موجود مع حضراتكم كل يوم سبت على مدى مجموعة من الحلقات السابقة قدمنا لحضراتكم ملف كامل عن أهم الموضوعات والمعلومات اللي لازم تكونوا على علم بيها بخصوص الحدث الأهم في حياة أي أسرة في الكون وهو حدث إنجاب الأطفال اتكلمنا مع حضراتكم في الحلقة الأولى عن الاستعداد للحمل التوقيت المناسب لحدوث الحمل حدوث الإخصاب بيتم إزاي؟ تأخر الحمل الجنين بيتكون من إيه؟ وفرص استمرار الحمل بشكل طبيعي وكمان اتكلمنا عن أعراض الحمل بكل تفصيل أما في الحلقة التانية اتكلمنا فيها معاكم عن رحلة الحمل اللي بتمتد تسع شهور وشرحنا إيه اللي بيحصل بالزبط للجنين شهر بشهر مع بعض التغيرات الهامة والمؤثرة برضو اللي بتحصل للأم أما في الحلقة التالتة فاتكلمنا فيها مع حضراتكم عن الربطة مع الجنين إزاي نعملها وإزاي نقويها ونصايح لمواجهة غثيان الصباح وشرحنا بكل تفصيل تغيرات الوزن اللي بتحصل خلال الحمل وتأثير الوزن الزائد على الحمل وكمان شرحنا بتفصيل كبير قوي النصايح اللي ممكن تساعد على التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة وكنا ختمنا هذه الحلقة بالقواعد الأساسية للتغذية الصحية خلال الحمل الحلقة اللي بعديها شرحنا لحضراتكم معلومات مفصلة عن اختبار الحمل قدمناها لحضراتكم من خلال خمس أسئلة وكمان اتكلمنا عن محاذير الأدوية العلاجية خلال الحمل وقلنا لحضراتكم إيه الأدوية اللي ممكن ناخدها وإيه الأدوية اللي ما ناخدهاش واتكلمنا كمان عن الرياضة المسموحة في الحمل وضوابط ممرستها وكمان عرفنا حاجات تانية عن تأثير النزلات المعاوية على الحمل أما الحلقة اللي بعد كده فهي اتكلمنا فيها مع بعض عن إزاي نحن نحسب تاريخ الولادة المتوقع وشرحنا تأثير التدخين سواء التدخين الإيجابي أو التدخين السلبي على الحمل وشرحنا كمان تأثير نزلات البرد على الحمل وقدمنا موضوع مهم عن محاذير الاستحمام بالمياه السخنة أو شديدة السخونة اللي هي فوق 39 درجة خلال الحمل وتحديدا خلال الفترة الأولى من الحمل أول 13 أسبوع وأخيرا عرفنا تأثير صبغات الشعر والكراتين على الحمل وصلنا بقى النهاردة للحلقة الختامية في هذا الملف وهي حلقة بناء على طلب حضراتكم كثير جدا جدا من حضراتكم سألوني عن الفيتامينات والمعادن المطلوبة خلال الحمل سواء من حيث أهميتها، مصادرها الطبيعية، الاحتياج اليومي لكل نوع في هذه الفيتامينات والمعادن وهنبدأ بالموضوع الأول وهو الفيتامينات المطلوبة في الحمل الفيتامينات مواد طبيعية ورغم أن الجسم بيحتاج لها بكميات قليلة إلى أن لها تأثير قوي جدا على الصحة والفيتامينات رغم أنها ما بتزودش الجسم بالطاقة إلى أنها ضرورية لإطلاق الطاقة من المواد الغذائية اللي احنا بناكل وبتختلف الكمية اللي المفروض نحصل عليها من الفيتامينات بحسب عوامل كتير زي عمرنا وزي حجم جسمنا ومستوى نشاطنا الجسدي ووضعنا الفيسيولوجي واستخدامنا للأدوية من عدمه وهكذا والحقيقة أن الحمل من الأوقات اللي بيحتاج فيها جسمك لكل أنواع الفيتامينات الحقيقة أنك لازم تحصلي على الفيتامينات من مصادرها الغذائية ده بشكل أولي غير اللي الطبيب أو الطبيبة المتابعين للحمل هينصحوك بأخذه في شكل مركبات دوائية ورغم أن في نوعين فقط من الفيتامينات بيصنعهم الجسم وهم فيتامين دال وفيتامين ك لكن برضو لازم الحصول على المزيد منهم خلال الطعام وقبل ما نستعرض مع حضراتكم الفيتامينات اللي جسمك هيكون محتاج لها خلال فترة الحمل عايزين نأكد على ثلاث نقاط أساسية النقطة الأولى هي أن احتياجك من نوع فيتامين أو أكتر ممكن يختلف عن الجرعات اللي هنذكرها وده حسب رؤية طبيبك المتابع للحمل النقطة التانية يعني النقطة الأولانية اللي أنا هقوله ده مجرد حاجة استرشادية لكن الطبيب أو الطبيبة اللي بيتابعوا الحمل مع حضرتك ممكن يكون لهم رأي آخر بالنسبة للجرعات النقطة التانية هي أن الجرعات اللي هتعرفيها مننا دلوقتي هي الجرعات المطلوبة وقت الحمل وهتختلف عن حالات أخرى زي الرضاعة مثلا أما النقطة التالتة فهي أننا اخترنا في المصادر الغذائية لكل فيتامين أنواع الغذاء الملائم للحمل يعني اللي ينفع الزوجة الحامل تكله وعشان كده هتلاقوا في بعض الفيتامينات أننا ما تكلمناش عن مصادر غذائية معينة وقتها تعرفوا أن أنواع الأطعمة الغير مذكورة دي هي غير ملأمة لفترة الحمل الفيتامينات بشكل عام مجمعتين الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون ودي للجسم بيحتفظ بيها الفترات طويلة وهي فيتامينات A وD وE وK وأما المجموعة التانية فهي الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء ودي الجسم ما بيحتفظش بيها الفترات طويلة لأنها بتخرج مع البول علشان كده لازم إمداد الجسم بيها بشكل دائم وهنبتدي معاكم دلوقتي بالمجموعة الأولى وهما الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون هنبتدي بفيتامينات A فيتامينات A أو فيتامينات ألف له صورتين بناء على مصادره الصورة الأولى بيكون فيها اسمه ريتينويد وده هتحصلي عليه من خلال المصادر الحيوانية في الغذاء زي إيه؟ زي الكبدة والكلاوي والزبدة والبيض والحليب ومشتقاته بالمناسبة الكبدة مفيدة جدا في الحمل لكن مش لازم ناكلها أكتر من مرة واحدة في الأسبوع خلوا بالكم المعلومة دي أما الصورة التانية لفيتامين ألف أو فيتامين A فهي بتكون في صورة ما يعرف بالبيتا كاروتين وده مصادرها المأكلات النباتية الأولاني كالمأكلات الحيوانية مأكلات النباتية زي إيه بقى؟ زي الجزر والطماطم والمشمش والسبانخ والجرجير والأرنبيت والبروكلي والفلفل الرومي الجرعة اليومية اللي الجسم بيحتاجها من فيتامين A أثناء الحمل هي حوالي 700 مايكرو جرام وأهمية فيتامين ألف أنه أساساً بيساعد على الحمل يعني هو مبدئياً بيساعد على حدوث الحمل كمان مهم جداً لصحة البشرة والشعر والعيون وبينشط جهاز المناعة في الجسم وبيحافظ كمان على بقاء الأخشية المخاطية في حالة صحية ممتازة الفيتامين الثاني في مجموعة الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون هو فيتامين دال أو فيتامين D الفيتامين D ده المطلوب منه في الحمل جرعات صغيرة بتبع حوالي 10 مايكرو جرام بس وده بنحصل عليه الفيتامين دال على فكرة من الفيتامينات اللي الجسم بيصنعها إزاي؟ من خلال التعرض الصحي لأشعة الشمس يعني الجسم موجود في جسمنا فيتامين دال ولكنه في صورة غير نشيطة بيتحول إلى الصورة النشيطة لما نتعرض لأشعة الشمس في الأوقات الآمنة أهمية فيتامين دال أنه فيتامين ضروري علشان الجسم يمتص الكالسيوم ويمتص الفوسفور وبالتالي هو له دور مباشر في الحفاظ على صحة العزام والأسنان أهم مصادر فيتامين دال أو فيتامين D هي أسماك السالمون والسردين والتونة أنا هنا بتكلم عن السمك مش التونة المعلبة مش التونة المصنعة بس برضو بالنسبة للتونة المفروض أن احنا ما نكثرش منها أو ما نكترش منها لأن التونة بتحتوي على الزئبق ومش لازم أنها تتاكل كتير في أوقات الحمل أنا بكرر أنا هنا بقصد سمك التونة اللي هو الفريش أو اللي هو بيتجاب ويتم إعداده زي السمك العادي ما بتكلمش عن التونة المعدة سلفا في عبوات جهزة كمان فيتامين دال موجود في الجنبري والحليب والزبدة وصفار البيت الفيتامين اللي بعد كده هو فيتامين E والاحتياج اليومي منه خلال الحمل هو 3 ميلي جرام وده فيتامين E ده بيعتبر أهم معامل من مضادات الأكسادة على وجه الأرض وبالتالي هو بيحافظ على صحة الجلد والأعصاب وخلايا كرات الدم الحمرة وبيحمي أخشية خلايا الجسم وبيحمي القلب والأوعية الدموية لأنه زي ما قلنا أي حاجة مضادة للأكسادة بتحمي القلب أهم مصادر فيتامين E الغذائية طبعا هي الزيوت النباتية زي إيه؟ زي زيت جنين الأمح زيت عباد الشمس زيت الزتون زيت الفول السوداني فيتامين E كمان موجود في اللوز والبندق والفول السوداني والبيض والحبوب والخضروات الخضرة زي إيه؟ زي الجرجير والخص والسبانخ والبروكلي والسلق وهكذا أما آخر فيتامين في المجموعة دي اللي هي مجموعة الفيتامينات التي تذوب في الدهون هو فيتامين K وده زي ما قلنا في الأول بيتصنع برضه في الجسم وبالتحديد في الكبد لكن في ضرورة لإمداد الجسم منه دايما والجرعة المطلوبة من خلال الحمل بتكون مايكرو جرام واحد لكل كيلو جرام من الوزن أنا مش عايزكم تركزوا قوي في الاحتياجات أنا عايزكم تركزوا في المصادر لأن احنا اتفقنا قبل كده لو تفكروا لما عملنا حلقات الفيتامينات والمعادن للأطفال والكبار قلنا ان احنا لما بناها كل المواد الغذائية بشكل متوازن فاحنا بالتالي بنحصل على اللي احنا عايزينه حكاية بقى اللي هو المايكرو جرام والميلي جرام دي مش هتفرق معنا في حاجة خلاص المهم ان احنا ناكل باعتدال والمصادر الطبيعية من الفيتامينات والمعادن طبعا الوظيفة الرئيسية الفيتامين K هي تجلط الدم وإيقاف النزيف أهم مصادره ايه بقى؟ الخضروات الخضرة لسا ايلنها زي ايه؟ لسا ايلنها فيتامين ايه؟ والسبانخ والكرومب والبروكلي والسلق موجود كمان في اللبن الحليب موجود في الكبدة وموجود في الزيوت النباتية وموجود في الشوفان دي كانت المجموعة الاولى من مجموعة الفيتامينات اللي الجسم بيحتاجها بشكل عام وإحنا قلنا احتياجها بشكل خاص خلال الحمل هي مجموعة الفيتامينات التي تذوب في الدهون أما المجموعة الثانية من الفيتامينات فهي الفيتامينات القابلة للذوبان في المياه أهمها إيه بقى؟ أهمها مجموعة فيتامينات به فاكرين لما تكلمنا عن فيتامين بيه وقلنا فيتامين بيه المركب هناخد بقى فيتامين بيه واحد وبه اتنين وبه تلاتة وبه خمسة وبه ستة وبه اتناشر وحمض الفوليك دي أول مجموعة تاني فيتامين مهم في الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء هو فيتامين سي ودول اللي احنا بنقول عليهم ليهم أهمية كبيرة قوي خلال الحمل هنبدأ بمجموعة فيتامين بيه وبالتحديد بي وان اللي اسمه الثامين الاحتياج اليومي له خلال الحمل بيكون 9 من 10 ميلي جرام في اليوم بس وهو هم جدا للخصوبة وتحويل الطعام إلى طاقة ومهم برضو جدا لصحة القلب والجهاز العصبي موجود فين بيه واحد ده؟ موجود في الخميرة في اللحمة الحمرة في الكبدة في الكلاوي في الرز الأصمر الرز اللي هو البني مش الأبيض يعني وموجود كمان في البقول والمكسرات فيتامين بيه اتنين اللي اسمه رايبوفلافين الاحتياج اليومي له خلال الحمل بيكون 1.4 من 10 ميلي جرام وهو برضو مهم جدا لاستخراج الطاقة من الطعام مهم جدا لصحة العنين والشعر والبشرة والأظافر وهو موجود في الخميرة وفي الحليب وفي الجبنة والزبادي واللحوم الحمرة والخضروات الخضرة فيتامين بيه 3 اللي هو نايسين اسمه نايسين الاحتياج اليومي منه خلال الحمل بيكون 12 ميلي جرام ومهمته استخراج الطاقة من الطعام وهو مهم برضو زي اللي قابله في صحة البشرة وسلامة الجهاز العصبي والهضمي لكن له وظيفة إضافية وهي الحفاظ على مستوى السكر في الدم دي وظيفة مهمة جدا أهم مصادره الخميرة واللحوم الحمرة الفراخ السمك المكسرات بأنواعها يدخل فيها الفول السوداني بالمناسبة الحليب، الجبنة، البيض، البطاطا، الخبز الأصمر والمكارونة بأنواعها المختلفة ده به 3 أما به 5 فالاحتياج اليومي منه في الحمل بيكون من 3 إلى 7 ميلي جرام وأهميته بخلاف استخراج الطاقة من الطعام وصحة البشرة والجهاز العصبي أنه بيساعد في تكوين الأجسام المضادة أهم مصادره الخميرة والكبدة والكلاوي والمكسرات والرز الأصمر والعيش الأصمر والبيض والبقول خدتوا بالكوا أنا نبهت في أول الحلقة وفي أول كلامي أن الكبدة مهمة جدا لكن لا يجب أن نكثر منها خلال الحمل يعني تتاكل بحد أقصى مرة واحدة فقط في الأسبوع وتتاكل مطهية طهية جيد لابد من طهيها طهية جيد واللحوم تبقى مطهية طهي جيد والأسماك والفراخ كل حاجة خلال الحمل وبرضو غير الحمل يعني للناس العادية بس احنا بنتكلم دلوقتي تخصيصا للحوامل لازم تاكلوا الأكل مطهي طهي جيد هنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن باقي كلامنا عن مجموعة فيتامين بيه والدور على بيه ستة هنطلع لفاصل ونرجع يحكى أنه مازال متواصل خليكم معا أهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثاني من حلقتنا النهاردة وبفكر حضراتكم أن حلقتنا النهاردة هي الحلقة الأخيرة في ملف الحمل كنا عملنا مجموعة حلقات مهمة جدا جدا لكل حد هيمر إن شاء الله بالتجربة دي كل زوج أو زوج إن شاء الله بصدد هذه التجربة ربنا كده يكرم الجميع مهمة قوي أنكم ترجعوا لمجموعة الحلقات دي لأن اتكلمنا فيها عن حاجات كلها مهمة قوي من أول حدوث الحمل يعني حاجات كتيرة قوي 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 وصلنا دلوقتي للمحطة النهائية في هذه المجموعة من الحلقات وطبعا بحب أطمن بقى كل يعني مشاهدين وأصدقائنا إن إحنا بقى هنرجع بقى يعني خلاص هنرجع لقواعدنا هنتكلم بقى عن الأطفال وهنتكلم عن يعني مشاكلهم ربنا ما يجيب مشاكل وكل احتياجاتهم ووسائل العناية بيهم وهكذا لكن كان في ضرورة إن إحنا فتحنا هذا الملف مع حضراتكم بناءا على طلبكم وكان في ضرورة إن إحنا يكون هذا الملف بمثابة موسوعة معرفية متكملة إحنا قدمنا مجموعة حلقات طويلة عن هذا الموضوع اللي هو موضوع الحمل ارجعوله في أي وقت انتوا عايزينه الحمد لله موجودة كل حاجة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى حساب يحكى أن القناة الأولى على اليوتيوب أي حاجة تحبوا تعرفوها هتلاقوها موجودة وأكيد فاتت مننا حاجات فأنتوا برضو مهمتكم بقى إنكم تسألونا فيها وإحنا إن شاء الله هنجاوبكم عليها اتكلمنا في الجزء الأول عن الفيتامينات التي تذوب في الدهون اتكلمنا عنها بالتفصيل احنا بنتكلم النهاردة حلقتنا عن الفيتامينات والمعادن لاحتياج لها خلال الحمل مصادرها وكمياتها ومصادرها يعني الغذائية وكمياتها وهكذا وأهميتها طبعا واتكلمنا كمان في مجموعة بقى الفيتامينات القابلة للذوابان اتكلمنا عن الفيتامينات التي تذوب في الدهون اتكلمنا عن فيتامين A وD وE وK ودخلنا بعد كده على الفيتامينات التي تذوب في الماء وبدأنا بمجموعة به المركب وبدأنا به واحد وبه اتنين وبه تلاتة وبه خمسة احنا دلوقتي وصلنا إلى به ستة فيتامين به ستة لاحتياج اليومي له خلال الحمل بيكون واحد واثنين من عشرة ميلي جرام دور فيتامين به ستة انه بيستخرج الطاقة من البروتين ومسؤول كمان عن تكوين كرات الدم الحمرة وتكوين الأجسام المضادة وتكوين الناقلات العصبية في المخ على فكرة انا عايزكم وانتوا بتسمعوني كده تبقوا فاهمين وتبقوا يعني خيالكو كده يسرح ان الجنين في الحمل بيحصل على كل ما يحتاجه من خلال حضرتك فبالتالي لما حضرتك بتمدي جسمك بكل الاحتياجات المطلوبة له فبالتالي هذه الاحتياجات بتنتقل بالتبعية إلى الجنين فانت بتغذيتك الصحية والصحيحة والمناسبة خلال الحمل الجنين بيستفيدوا بيبقى زي الفل اي تأثير من حضرتك وان انا مليش نفسه ومش عايز يأكله ما بحبش الشيل فلاني لا ده دلوقتي دي مهمة يعني مهمة رائعة ربنا سبحانه وتعالى مشرفك ومكلفك بيه مهمة كبيرة جدا انك مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة هذا الجنين كل ما له علاقة بصحيته يعني احنا لسه بنتكلمه عن بهستة بهستة ده بيكون كرات الدم الحمراء وكتير قوي من الزوجات الحوامل بيكون لقدر الله يعني بيكون عندهم أنيميا خلال الحمراء طيب نصلح الأنيميا ازاي؟ طبعا فيه لها وسائل طبية لكن الوسائل الطبية لا تغني عن المصادر الغذائية الطبيعية للحديد وللحاجات دي كلها خلاص فلما يبقى بنحصل على الحاجات اللي بتصلح جسمنا أو اللي بتحافظ على جسمنا كويس تخلي عندك كرات دم كويسة جدا تخلي عندك أجسام مضادة كل ده بينتقل إلى الجنين أهم مصادر فيتامين بيه ستة هم الخميرة الخبز الكبدة برضو الأفوكادو الموز السمك اللحمة المكسرات بأنواعها يدخل فيها برضو الفول السوداني الفيتامين اللي بعد كده في مجموعة بيه المركب هو فيتامين بيه 12 أو كوبولامين اسمه كده بيه 12 الاحتياج اليومي له خلال الحمل هو واحد ونص أو واحد فاصلة خمسة من عشرة مايكرو جرام لالاحتياج اليومي ومهمته تكوين وتجديد كل خلايا الدم والله دور مهم جدا كمان في تركيب الحمض النووي اللي هو تديه إن إيه وبه 12 مهم برضو جدا لصحة الجهاز العصبي طيب أهم مصادره إيه الكبدة والقلب والكلاوي واللحمة والفراخ والسمك والحليب والجبنة والبيض كل الحاجات دي مهم برجع أكرر تاني شوف أنا أكررتها كم مرة الكبدة ما نزودش عن مرة في الأسبوع مرة واحدة في الأسبوع الأسماك واللحوم والفراخ تبقى مطهية طهية جيد تمام البيض لازم يكون مستوي كويس جدا اللبن لازم يكون مباستر صح كده الجبن تكون ما فيهاش أي فطريات أو كده لأن فيه جبن طبيعيا بيبقى فيها فطر يعني فيه أنواع من الجبن بيبقى فيها فطر دي ممنوعة خالص خلال الحمل تمام وزي ما قلت احنا بنتكلم عن مصادر غزائية الفيتامينات ده لا يتنافى إطلاقا مع الرشدة أو الأدوية اللي هيقولك عليها طبيب أو طبيبة أمراض النساء والولادة اللي بيتابعوا مع حضرتك واللي ممكن بقى لما يلاقيكي أنت متوازنة في غزائك بالطريقة دي يقوم يدعمك ببعض التدعمات كده البسيطة من الكالسيوم من الحديد وما شابه الدور دلوقتي في مجموعة الفيتامينات اللي مجموعة به على الفوليك أسد والفوليك أسد الجرعة اليومية بتاعته المطلوبة منه في الحمل حوالي 400 مايكرو جرام والفوليك أسد ده بفكرك أنه بيتاخد قبل الحمل في الاستعداد للحمل وبيتاخد خلال الحمل وقلنا أن الفوليك أسد الدكتور أو الدكتورة اللي بيتابعوا حضرتك هم اللي بيقرروا هتستمر عليه قد إيه في الحمل أنا بتكلم على الفوليك أسد الدوائي الدوائي مش الغزائي ممكن الناس يقولك هتخذيه أول 3 تشر في ناس يقولك لا هتكملي 5 تشر في ناس يقولك 6 تشر وهكذا تمام وظيفة الفوليك أسد أنه يمنع تشوه الجهاز العصبي عند الجنين وبيساعد كمان في إنتاج خلايا كرات الدم الحمر أهم مصادر الفوليك أسد الأفوكادو والموز والبروكلي واللمون والبرتقان وصفار البيض والخضروات الخضرة والكبدة وطبعا السبانخ من ضمن الخضروات الخضرة بس هم يعني السبانخ تحديدا من أغنى المصادر بالفوليك أسد أما آخر الفيتامينات فهو فيتامين سي والاحتياج اليومي منه في الحمل بيكون 40 ميلي جرام والحقيقة أن فيتامين سي عنده أكتر من وظيفة مهمة جدا زي إنتاج الكولاجين الكولاجين ده هو اللي بيحافظ على العظام والغضريف وهكذا وكمان بيحافظ على صحة الأسنان فيتامين سي كمان بيساعد على إبقاء شرائين الدم في حالة صحية ممتازة بيساعد كمان فيتامين سي على صحة أو يعني العناب صحة البشرة وكمان بيساعد على امتصاص الحديد وهو أصلا مضاد للأكسادة ده غير أنه هو من أكبر وأهم عوامل تنشيط جهاز المناعة في الجسم طبعا عارفين كلنا أن فيتامين سي يعني المناعة طيب أهم مصادر فيتامين سي إحنا قلنا المصادر اللي أنتو بتحبوها الأول البرتقان واللمون تمام لكن ما فيش ما يمنع أبدا أنه إحنا نعرف أو نتناول المصادر الغنية جدا أغنى من البرتقان واللمون زي الفراولة والعنب لسود والتوت اللي هو التوت الأحمر والكيوي والبروكلي والأرنبيت والفاصوليا والبطاطس بس البطاطس المشوية مش المقلية أو المسلوقة والجوافة خلاص والطماطم خلاص وأهم مصدر على الإطلاق لفيتامين سي هو الفلفل الألوان الفيتامينات دي يعني من أهم العناصر اللي بيحتاجها جسمك وجسم الجنين طوال فترة الحمل وأنا عايزكم دايما تكونوا فاكرين أن الكميات الصغيرة اللي بتحتاجيها واللي بالتالي بيحتاجها الجنين من خلالك يعني ممكن الحصول عليها بكل سهولة من خلال تطبيق النصايح اللي لسه بقولها لحضراتكم دلوقتي النصايح دي سدقوني عا تضمن لك التوازن والغذاء الصحي خلال شهور الحمل الفيتامينات يا جماعة مهمة جدا ومش كل الفيتامينات أدوية أو بمعنى أدق مش كل الفيتامينات اللي لازم تدخل جسمنا يكون مصدرها دوائي أو مركبات كيميائية أنا بقولش نها مضرة بس فكرة أن احنا نعتمد عليها هي فقط ده فكرة خاطئة الأساس هي المصادر الغذائية وندعم بالمركبات الدوائية في حل احتياج إليه يعني في ناس ما بنحتاجش أن احنا نديهم حاجة تانية خلاص احنا بنكتفي فقط بالمصادر الغذائية طالما اللي قدامنا أنا هنا بتكلم الكل شباب بنات رجال سيدات أطفال ولاد وبنات خلاص مش بتكلم بس عن الحوامل أو عن اللي بيردعو لما بيكون فيه ضمانة إن الناس دي بتاكل أكل كويس أحيانا ما بيكونش فيه احتياج للفيتامينات تمام؟ خاصة مع عدم موجود الحمد لله أمراض خاصة بسوق الانتصاص أو كده مش موجودة يبقى خلاص يبقى الدنيا زي الفل تمام؟ طيب هنبدأ بقى موضوعنا التاني في حلقة النهاردة وهو الشق الآخر من المعلومة المعادن المطلوبة في الحمل المعادن مواد طبيعية بيحتاجها الجسم بكميات قليلة خلاص؟ علشان الصحة تبقى كويسة يعني المعادن عناصر أساسية في مسارات مختلفة داخل الجسم زي إيه؟ زي الحفاظ على توازن السوائل في الجسم والحفاظ أو ضمان التوازن في إفراز الهرمونات كل هرمونات الجسم ليه علاقة بالمعادن ومطلوبة عشان صحة الأسنان المعادن برضو مطلوبة عشان صحة الأسنان وصحة العظام ومطلوبة عشان ضبط ضغط الدم ومطلوبة عشان شفاء الجروح لقدر الله ومطلوبة عشان النشاط المثالي للعضلات والأعصاب والجسم ما بيصنعش المعادن دي معلومة مهمة عشان كده لازم نحصل على المعادن من الأطعمة والجسم طول الوقت محتاج للمعادن بتزيد الجرعات والأهمية في فترات خاصة زي إيه؟ زي ما قلنا زي فترة الحمل اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي خلاص؟ المعادن زي الفيتامينات بشي احنا قلنا الفيتامينات بينقسموا المجموعتين المجموعة الأولى الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والمجموعة الثانية القابلة للذوبان في الماء دي الفيتامينات إنما المعادن مجموعتين برضو المجموعة الأولانية اسمها المعادن الأساسية والمجموعة التانية اسمها المعادن الندرة المعادن الأساسية سبعة هم إيه؟ الكالسيوم، الماغنيسيوم، الفوسفور، السوديوم، البوتاسيوم، الكلورايد، الكابريت دول المعادن الأساسية يلا بينا نبدأ على طول إن شاء الله الحلقة تكفي ونخلص كل الحاجات الكالسيوم الاحتياج اليومي للكالسيوم خلال الحمل بيكون 700 ميلي جرام طبعاً الكالسيوم مهم جداً للعظام والأسنان على فكرة بقى خلاص إحنا متفقين لما أقول مهم للعظام والأسنان يبقى مهم لحضرتك والجنين تنظيم عمل الأعصاب لحضرتك والجنين تنظيم عمل العضلات لحضرتك والجنين نجاح عملية تجلط ده وهكذا فهمتوا قصدي؟ مهم كمان جداً في تنظيم إفراز الإنزيمات الناس فكر أن الكالسيوم ده له علاقة بالعظم والسنان بس لا ده مهم جداً للإنزيمات وتوازن ضغط الدم ضغط الدم بتاعنا ده عشان يبقى طبيعي وكويس ومنتظم محتاج الكالسيوم طيب أهم مصادر الكالسيوم إيه؟ هبدأ بالحاجات اللي انتوا حافظينها الحليب اللي هو اللبن يعني الحليب هو مشتقاته والسمك والبيض لكن المكسرات فيها كالسيوم الخضروات الخضرة من أغنى المصادر بالكالسيوم السمسم انتوا عارفين إن السمسم ده من أغنى المصادر بالكالسيوم؟ أنا ليه بقول لكم كده؟ علشان ممكن السمسم ده يتاكل على حتى المخبوزات حتى للأطفال اهتموا إنكم تأكلوا ولادكم الحاجات اللي عليها سمسم السمسم ده غني جداً بالكالسيوم تمام؟ كمان فيه حاجة اسمها الطوفو دي غنية بالكالسيوم تمام؟ احنا كده تكلمنا عن إيه؟ عن الكالسيوم نتكلم عن إيه؟ عن الماغنيسيوم الاحتياج اليومي للماغنيسيوم خلال الحمل بيكون 270 ميلي جرام في اليوم يعني الماغنيسيوم بيشتغل مع السوديوم والفوسفور علشان صحة العضلات وصحة الأعصاب وصحة العزام أنا طبعاً بقول لكم كده باختصار لكن احنا شرحنا قبل كده في حلقات سابقة قلنا الفيتامينات بقى والمعادن دي وظيفها بكل تفصيل فأنا معتمد على أن فيه أرشيف أو أركايف كده بنرجع له فهمين قصلي أنا دلوقتي بس بفكركم وبقول لكم الاحتياج اليومي خلال الحملة قد إيه؟ وبقول لكم المصادر طيب أهم مصادر الماغنيسيوم إيه بقى؟ المكسرات بأنواعها ولما بقول بأنواعها يدخل فيها الفول السوداني فول الصوية الخميرة الخبز بأنواعه والمكارونا بأنواعها البسلة البسلة تحديداً من الخضروات يعني والفواكه المجففة تمام كده؟ يبقى احنا كده قلنا الكالسيوم وقلنا الماغنيسيوم يلا نقول الفوسفور بتاعنا الفوسفور بسرعة قبل ما نطلع فاصل الفوسفور الاحتياج اليومي له خلال الحمل بيكون 500 ميلي جرام وأهميته زي ما عرفنا في اشتراكه في الوظيفة مع الماغنيسيوم بيضاف لكده أنه ضروري لإنتاج الطاقة أهم مصادره إيه؟ اللحوم الحمرة السمك الحليب ومشتقاته والمكسرات وحبوب السمس كده قلنا ثلاثة من المعادن الأساسية هنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي المعادن الأساسية قبل ما ندخل على إيه؟ على المعادن الندرة الدور على إيه؟ خليكوا فاكرين على السوديوم في المعادن الأساسية هنطلع لفاصل ونرجع نكلمكم عن السوديوم يحكى أنه مازال متواصل خليكم معا أهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثالث والأخير من آخر حلقة هنقدمها لحضراتكم في ملف الحمل كل ما يتعلق عن الحمل عارفين لو الحلقات دي كده منترجمة باللغة الأجنبية كنا هنحطي العنوان إيه؟ كل ما يجب معرفته عن الحمل قدمنا لحضراتكم موضوعات كتيرة جدا جدا عن كل ما يمكن أن يخطر على البال خلال هذه الفترة من أسئلة ومن معلومات إحنا في الحالة الأخيرة بنقدم لكم معلومات عن الفيتامينات والمعادن المطلوبة خلال فترة الحمل كلمنا في الجزء الأول والتاني عن الفيتامينات بأنواعها كلها المختلفة بمجموعتها سواء القابلة الذوبان في الدون أو قابلة الذوبان في الماء ثم دخلنا في المعادن وبدأنا بالمعادن المجموعة الأولى هذه المعادن الأساسية وكلمنا فيها عن الكالسيوم وكلمنا عن الماغنيسيوم وكلمنا عن الفوسفور دلوقتي تدور على السوديوم السوديوم الاحتياج اليومي له خلال الحمل بيكون حوالي 600 ميلي جرام و600 ميلي جرام ده يعني حاجة بسيطة قوي كده من ملح الطعام يعني بسيطة لا تذكر مهمة السوديوم الأساسية اللي بيشترك فيها مع البوتاسيوم هو تنظيم السوائل والتوازن الحمضي القلوي في الجسم والحفاظ على صحة العضلات والأعصاب أهم مصادر السوديوم ملح الطعام زي ما لسه بقول لكم اللحوم المجففة بس دي لا تفضل قوي في الحمل فعشان كده حتى أهمها طبيا يعني اللحم المقدد اللي هو متحمر أو متشوح ونشف السمك المدخن بس برضو ده لا نكثر منه الزتون الصلصة الجبنة الزبت طيب ايه العنصر اللي بعد كده من المعادن المهمة قوي البوتاسيوم الاحتياج اليومي من البوتاسيوم خلال الحمل بيكون 3500 ميلي جرام مهمته زي ما لسه يليم مع السوديوم استقرار ضغط الدم وانتظام ضربات القلب وضمان الحفاظ على معدل صرايان الدم في الجسم بشكل مثالي أهم مصادره الغذائية أهم مصادر البوتاسيوم الموز على الإطلاق أهم حاجة طبعا موجود في التفاح موجود في الجزر موجود في البطاطس موجود في البروكلي موجود في التمر موجود في البرتقال موجود في السمك موجود في اللحمة والفراخ والحليب والزبادي لكن أهم وموجود في البطاطا كمان أهم العناصر على الإطلاق الموز الموز غني جدا بالبوتاسيوم جدا فأي حد يعني عايز يمد جسمه بالبوتاسيوم بشكل صحيح يأكل موز تحديدا يعني يأكل من ثمرتين إلى ثلاثة في اليوم تمام كده؟ طيب المعدن اللي بعد كده هو الكلورايد واحتياجنا اليوم له خلال الحمل بيكون 2500 ميلي جرام أهم وظائفه هي الحفاظ على التوازن الحمضي القلوي داخل الجسم بالتعاون طبعا مع السوديوم والبوتاسيوم أهم مصادره ملح الطعام والزاتون وصلصة الطماطم والجبنة والفول السوداني أما آخر المعادن الأساسية فهو معدن الكبريت أو ما يعرف بمعدن الجمال والحقيقة بيصعب تحديد الكمية المطلوبة منه خلال الحمل أو في الأحوال العادية لأن الحصول عليه بيكون من خلال البروتينات وبالتالي فمصادره هي البيض واللحوم والسمك والفراخ والقلب والكلاوي والكبدة وخضروات زي السبانخ والكرومب والفواكه المجففة والمكسرات الكبريت بترجع أهميته إلى أنه عنصر أساسي لصحة الشعر والبشرة والأظافر وضروري برضو للاستفادة من البروتينات ده غير أنه هو من مضادات الأكسادة القوية دول كانوا مجموعة المعادن الأساسية طيب مجموعة المعادن الندرة بقى اخترنا لحضراتكم منهم أهم تمانية وعايز أقول لكم بس معلومة أن المعادن الندرة دي يعني مش نادرة الوجود لأ هي موجودة لكن ندرة يعني إيه في الطب يعني ندرة يعني الجسم محتاج منها كيميات قليلة قوي عشان كده اسمها ندرة يعني هي احتياجنا لها احنا نادر يعني حاجات بسيطة بس مهم احتياجنا قليل بس مهم فلازم يتغط ايه بقى أهم عناصر المعادن الندرة الحديد والزينك والنحاس والمانجانيز واليود والكروم والفلورايد والسيلينيوم تمان يوم نبدأ على طول الحديد احتياجنا اليوم منه خلال الحمل بيكون من 8 إلى 14 ميلي جرام وظيفه في منتهى الأهمية هو المسؤول عن نقل الأكسوجين في الجسم ومسؤول عن صحة كرات الدم الحمرة وتنشيط جهاز المناعة وإنتاج الطاقة واستقرار النشاط الزهني الحديد له مصادر حيوانية وده اللي بيمتص أسهل في الجسم زي اللحمة الحمرة والكبدة والفراخ والسمك والبيض لكن له برضو مصادر نباتية مهمة قوي زي السبانخ والمشمش المجفف والكمترة والموز والطفاح والجرجير والبتنجان ومؤخرا تم اكتشاف وجود الحديد في مسحوق الكاكاو كمان الحديد مهم جدا يعني بالتحديد للسيدات والبنات بشكل عام لأنهم بيفقدوا كميات من الدم خلال الدورة الشهرية عشان كده في بعض السيدات أثناء الحمل بيحتاجوا لجرعات إضافية من الحديد على فكرة الحديد كمان موجود في حاجات تانية مهمة قوي موجود في الأرسيا تمام موجود في غير الأرسيا كمان احنا قلنا موجود في الكبدة يعني في حاجات موجود في الطمر يعني في حاجات مهمة قوي موجود في الرمان يعني الحاجات دي مصادر غذائية مهمة قوي للحديد تاني عنصر من العناصر المعادن الندرة هو عنصر الزينك واحتياجنا اليومي من الزينك في الحمل بيكون 7 ميلي جرام الزينك دوره أنه هو عنصر أساسي طبعا غير أنه هو يعني القلب النابد لجهاز المناعة هو عنصر أساسي في تحسين الشهية والمحافظة على إحساس الطعم والروائح يعني أن احنا نحس بالطعم ورحت الأشياء كمان هو زي ما أقول لكم منشط رهيب لجهاز المناعة غير أنه بيحافظ على صحة العنين والبشرة والأظافر كمان بيساعد جدا على توازن نشاط الإنزيمات في الجسم ده غير أنه بيساعد على إتمام عمل فيتامينات A وD طيب أهم مصادر الزينك إيه؟ اللحوم الحمرة، الكبدة، الكلاوي، الفراخ، البيض، مشتقات الحليب، المكسرات، الخضروات الخضرة كمان موجود في التوم والزعتر موجودين مهم قوي موجود كمان في الينسون خلاص كده، ده كانت أهم مصادر موجود كمان في الشوكولاتة الدرك شوكولاتة الداكنة مصدر مهم جدا من مصادر الزينك العنصر اللي بعد كده هو عنصر النحاس الاحتياج اليومي منه خلال الحمل بيكون واحد واثنين من عشرة ميلي جرام والنحاس ضروري جدا لحرق الدهون واستخلاص الطاقة منها ده غير أنه هو أهم جدا لسلامة عضلة القلب وتنشيط المناعة وتركيب الأنسجة بيدخل على فكرة في صنع الميلانين والميلانين هو المسؤول عن لون الجلد وكمان بيدخل في تصنيع أخشية خلايا كرات الدم الحمرة أهم مصادره الكبدة، الكلاوي، المكسرات، الخوخ تمام كده؟ العنصر اللي بعد كده المنجنيس احتياجنا اليومي أو احتياجك اليومي من المنجنيس خلال الحمل بيكون واحد واربعة من عشرة ميلي جرام وبيعتبر من أهم عوامل يعني مضادات الأجسادة أو منع الأجسادة طبعا بالاشتراك مع الزينك والنحاس ده غير أنه هو بيساعد على حرق الكربوهايدريت اللي هي المواد النشوية وبيساعد على حرق الدهون وضروري جدا لنشاط المخ أهم مصادره المكسرات بأنواع السمسم البقول كلها التوت السبانخ طيب ايه العنصر اللي بعد كده؟ اليود الاحتياج اليومي منه خلال الحمل بيكون مية واربعين مايكرو جرام وهو المسؤول الأساسي اللي يود ده المسؤول عن تكوين هرمونات الغدة الدرقية اللي بتنظم كل عمليات الميتابوليزم الهدم والبنائي الناس كلها بتقول الغدة الدرقية الغدة الدرقية دي مهمة في إيه؟ الغدة الدرقية دي المسؤولة عن شكل جسمك أو شكل جسمك لأنها المسؤولة عن عمليات الميتابوليزم اللي هو حرق الأكل أصل فاللي عندهم مشكلات في الغدة الضرقية هيبقى عنده طبعا غير معالجة لما بتتعالج بتبقى خلاص الأمور زي الفل بيبقى عندهم مشاكل في عملية الميتابوليزم فدايما بيبقى عندهم مشاكل في الجسم وفي البنية الجسمية بتاعته بالإضافة إلى أنه مهم كمان في تعزيز تركيب البروتينات أهم مصادره الملح المعزز باليود الأناناس مهم قوي البيض الحليب ومشتقاته أما الكروم فواحد برضو من العناصر الندرة احتياجنا اليوم منه في الحمل بيكون 25 مايكرو جرام وأهميته أنه ضروري لعمل الإنسولين داخل الجسم يعني بيساعد أن الإنسولين الطبيعي يشتغل وبيساعد كمان على دخول الجلوكوز داخل الخلايا وبيشارك في حرق الدهون وبيشارك في حرق البروتينات وتصنيع هرمونات الجسم أهم مصادره صفار البيض واللحمة الحمرة والكبدة والمكسرات والبطاطس والسبانق أنا لما بقول بطاطس بالمناسبة أقصد البطاطس المسلوقة أو البطاطس المشوية خلاص كمان موجود في البرتقال موجود في التفاح وخصوصا القشرة يعني قشرة التفاح مش لازم يعني التفاح مش لازم يتقشر خلوا بالكوا قوي من معلومة دي خلوا بالكوا من معلومة دي لأن في ناس كتير قوي يقول لك ما بحبش أكل القشرة بتاع التفاح وخصوصا حتى لما بنيديه لأطفال فيقوم ويقشروه لا القشرة مهمة أوي العنصر اللي بعد كده هو عنصر الفلورايد وما فيش قياس محدد للاحتياج اليومي له خلال الحمل ودوره الرئيسي هو منع تسوس الأسنان ومنع تلونها بالإضافة لتقوية العظام مصادره هي أنواع معجون الأسنان اللي بتبقى مدعمة بالفلورايد والجبنة الشيدر والحليب أما آخر العناصر أو آخر المعادن الندرة هو عنصر السيلينيوم وده احتياجنا اليومي منه خلال الحمل بيكون 60 مايكرو جرام وبيعتبر السيلينيوم بالاشتراك مع فيتامين إي من أهم المصادر الخاصة أو من أهم العناصر الخاصة بتكوين الأنزيمات المضادة للأكسادة بشكل عام بالإضافة لأهميته الشديدة في تركيب هرمونات الغدة الضرقية مصادر الرئيسية مصادر السيلينيوم الرئيسية هي الكبدة والكلاوي والبيض والخبز الأصمر واللحوم الحمرة والمكسرات وتحديدا عين الجمل اللي هو الجوز تمام؟ المعادن يا جماعة كده احنا خلصنا المعادن المعادن من أهم العناصر اللي بيحتاجها جسمك وجسم الجنين طوال فترة الحمل وخليكي دايما فاكرة إن الكميات الصغيرة اللي بتحتاجيها دي وبالتالي اللي بيحتاجها الجنين من خلالك ممكن الحصول عليها بكل سهولة زي ما قلنا من خلال تطبيق نصايحنا اللي قلناها دلوقتي واللي هتضمن لكم التوازن والغذاء الصحي خلال شهور الحمل لو رجعنا نفكر كده بالراحة شوية هتلاقوا رحمة ربنا كبيرة جدا جدا طبعا رحمة ربنا في كل حاجة بس شوفوا الحاجات المعادن والفيتامينات أهميتها قد ايه؟ قد ايه مهمة خلاص؟ بس قد ايه متنوعة في المصادر صح ولا غلط؟ يعني شوفوا يا كل عنصر منهم اللي احنا قلنا ده له وظايف رهيبة خلاص؟ لكن شوفوا بقى رحمة ربنا ان كل عنصر برضو شوفوا كمية المواد الغذائية اللي ممكن تكون بتحتوي على هذا العنصر وفرايتي زي ما بيقولوا يعني أو زي ما بنقول مختلفة تماما من الشرق للغرب خضروات وفواكه وبروتينات ولحوم وأسماء كله موجود كله عشان يعني ايه؟ اللي ما بيحبش حاجة يلاقيها في حاجة تاني تاني حاجة ان الكميات اللي الجسم بيحتاجها كميات ضئيلة جدا جدا لكن هذه الكميات الضئيلة جدا كافية انها تخلي صحة حضرتك خلال الحمل وبعد كده وصحة الجنين خلال الحمل وبعد كده لما يتولد في حالة صحية ممتازة يبقى يبقى المفروض نعمل ايه؟ المعرفة بقى العلم عرفنا المعلومة خلاص؟ على فكرة ناس كتير قوي لما بتسمع الكلام ده بيقولوا ايه؟ يا انا كنت باخد كمية ادوية انا شخصيا قابلت ناس كده يعني ليه انا كنت باخد كل الادوية دي؟ ليه كنت باخد كل الادوية دي؟ ما الاكل مليان المصادر دي؟ وانا الحمد لله قادر ان انا يكل او انا قدر ان انا يكل او ماء لازق فاهمين قصدي؟ يبقى جماعة بلاش استسهال وبلاش برضو ايه؟ يعني تضغطوا على الاطباء في انه اكتبوا لنا فيتامينات اكتبوا انا بتكلم عن فكرة بشكل عام دلوقتي خلاص مش بتكلم عن الحمل بس بتكلم عن الحمل وبتكلم مع اطفالنا والكلام ده كله ما تهتموا بالاكل اكتر بالاكل بالمصادر الغذائية وانه كمان مش كمياته الانواع بس نبقى عارفينها والكميات دي هتغطي اي كمية صغيرة هتغطي احتياجات جسمين ودي واحدة من المعجزات الالهية تمام الحمد لله ان احنا خلصنا مع حضراتكم هذا الملف العظيم الكبير ملف المعلومات الخاصة بالحمل بفترة الحمل وكل ما يجب معرفته عن هذه المرحلة الاعظم في تاريخ كل اسرة ربنا ان شاء الله يعني يجعل في كلامنا كده استفادة كبيرة لحضراتكم وتكونوا قادرين على تنفيذ هذه النصائح واللي قدمناها لكم بكل اخلاص وكل امانة وبكل تطقيق ارجعوا لهذه المعلومات في اي وقت على وسائل التواصل ارجعوا للمعلومات دي لما تحبوا تتأكدوا او تحبوا تستنيروا بحاجة تمام طبقوا هذه المعلومات شاركوا هذه المعلومات حتى مع طبقكم اللي بتتبعوهم اللي بتتبعوا معاهم هيقولوا لكم ان الحاجات دي صح ولازم نعمل كذا ونعمل كذا وفي الاخر يعني نعمل اللي علينا ونترك الباقي على الله سبحانه وتعالى نسأل الله الصحة والعافية لنا والأولادنا ولكل الناس يا رب باذن الله من الحلقة الجاية بقى خلاص هنرجع بقى عودة يعني الى المسار الطبيعي هنرجع بقى لموضوعاتنا الخاصة بالاطفال سواء من الناحية الفيسيولوجية او من الناحية المرضية لقدر الله او من الناحية الاجتماعية او السلوكية او النفسية استمتعت جدا بتقديم هذه الحلقات مع حضراتكم وان شاء الله نشوفكم على كل خير الاسبوع القادم وحلقة جديدة من يحكى أنه سلام عليكم